أيام مباركات وأيام القرآن أيام أنوار وأسرار وفتح وتوفيق وسداد ويا سلام لما تكون كمان احنا عايشين مع القرآن وبيبني فينا كمان حاكة من الناس بتعتبرها الكنز المفقود والسعد لكل الناس هي مسألة السعادة لما نجي نتكلم عن مجال السعادة والمجال السادس اللي احنا بنختم به رحلتنا مع القرآن في شهر القرآن فاحنا وصلنا إلى مجال السعادة ومبارح كنا بتأنا مع مجال السعادة وقلنا مبارح إن السعادة مش فكرة ولا السعادة لحظة دي السعادة حياة والسعادة حقيقة بنعيشها وبتملأ كل حياتنا والنهاردة إذا كنا مبارح بنقول إن السعادة حياة وإذا كنا بنقول إن السعادة حقيقة لازم نتكلم مع البعض مننا اللي بيظن إن السعادة بتيجي فجأة وبيفضل قاعد مستني السعادة لما تنزل عليه من السماء وتبقى مفاجأة وتبقى بالنسبة له حاجة متهشة وحاجة ما كانش منتظرها بس تيجي ويعتبر ان السعادة دي حاجة تفرى بتحصل له في الحياة احنا لا نؤمن في البرنامج ده بان السعادة كده مش لان احنا دي فكرتنا لا لان القرآن هو اللي علمنا ده النهاردة القرآن بيكلمنا وخاصة واحنا بنفتح سورة النجم بتدينا حقيقة تانية في سورة الرحمن في عندنا معنى من المعاني المهمة اللي بنسعى اليها وحنا سيرين في الطريق الى الله بنسير الى الطريق الى الله وبيبقى عندنا حاجة مهمة جدا 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 اني اني السعادة ليست يا سادة كما نتصور هي فجأة ولكن السعادة بتكون في الطريق بتكون في العمق وعشان كده بنسمع قوله وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فقيت النهاردة بتعلمنا ان السعادة بتكون في الطريق ان السعادة بندقها لما بنسعى في الحياة في كل تفاصيلها فنرى إحسان الله سبحانه وتعالى لنا فنسعى شاكرين لله سبحانه وتعالى لازم نعرف ان السعادة مش بس في التفاصيل ده السعادة كمان في التفاصيل وفي عمق الاشياء يعني السعادة في شكل رأسي كمان وفي شكل أفقي عارفين ده معناه ايه؟ ان انت لما تيجي تطلب السعادة هتلاقي السعادة في كلمة هتقولها الحد هتلاقي السعادة كمان في عمق الكلمة انها ممدودة الى قلب اللي انت بتكلمه فتبقى السعادة في الكلمة والسعادة كمان في قلب الشخص وفي أثر الكلمة الحلوة اللي انت بتقولها للشخص ده فمن الاشياء اللي بتخلي الانسان يحس بالسعادة وبتصرف قلوبنا عن كل الأوجاع لكن كمان السعادة العميقة لكن في حيات بتصرف كمان عنا عن السعادة عارفين ايه؟ حاجة عندنا ده وحش قوي 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 بتخلينا ما نقدرش نعيش السعادة بوسعها وبعمقها عارفين ايه؟ ده انا بسميه ده الانتظار تلاقي الشخص المنتظر ده اللي منتظر السعادة ومنتظر يجيله فرصة ومنتظر يجيله الخير ومنتظر منتظر تقوله منتظر منتظر حاطت ايده على خده ما لك يا سيدي يقولك منتظر الفرج منتظر الفتح وزيك انا عندي حكمة بحباة قوي هل من حسن الأدب أن تنتظر الفتحة وانت في حضرة الفتاح المنتظر فاتح على نفسه أبواب جهن بوابة الألأ وبوابة الشك والهوان فالمنتظر مطف الهمة وإخلاصه كمان ايه اللي حاصل؟ إخلاصه في شك لأنه لو كان مخلص لبادر بدر بأنه يسعى لتوسعة الرزق بدر أنه يحسن علاقته بغيره بدر أنه يخلي عمله دوة مليان جودة ومليان جمال أكبر مشكلة عند الشخص المنتظر عارفين الشخص المنتظر ده تلاقيه دايماً إيه؟ بما يكملش الحاجة مستني حاجة ما بيتحركش بصورة صحيحة قاعد دايماً تسأله إيه اللي حاصل؟ يقولك أنا منتظر بس فرصة تيجي طب ليه أنت ما بتسعاش؟ ما أنا منتظر المنتظر ده دايماً بيشوف النعمة في إيد غيره وما يشوفهاش في إيده لأنه متصور إن اللي منتظره هو ده النعمة لكن النعمة اللي في إيده دي ما يشوفهاش والنعمة اللي ربنا ادهاله طول الوقت ما بيحسش بيها فبالتالي منتظر بيصيبه إيه؟ بيصيبه الصدق إلى الإنسان تحس كده إنه مصدي قدراته ومهراته بتصدي وقيمه بتصدي من قلة العيش بالقدرات وبالمهرات وبالنعم آه أسناها عايزة أقول لكم إن قدراتك نعمة قدراتك من إحسان الله لك فهل جزاء إن ربنا أحسن إليك وإدهالك القدرات دي غير إنك تحسن إن أنت تعيش الإحسان ده فلذلك قدراتك ومهراتك وعلاقاتك كل دي ممكن تصبها بعضها يصبها الصدق وبعضها يصبها على شاشة لأن أنت منتظر الرزق يجيلك مع إنك أنت غرقان في رزق ربنا وفي نعمة ربنا أو منتظر إن علاقتك بغيرك تتحسن علاقتك بزوجتك تتحسن أو علاقتك بزوجتك يتحسن أو علاقتك بأولادك تتحسن أنت منتظر لكن ما بتبذلش أي حاجة ولذلك العلاقة يحصل الله إيه؟ تصدي وبعض الأحيين تتكسر وبعض الأحيين كسرها ما بينفعش يتصلح لإن أنت ما بذلتش اللي عليك أن أنت ما تقفش وما تنتظرش ولذلك تيجي قاعدة مهمة دايماً للأولى نحن لا ننتظر ولكن ننظر إلى نعم الله التي عندنا أنا إحنا ما ننتظرش لكن مشوف نعم الله اللي عندنا ولذلك اللي عايز يحس بوسع ربنا ويحس بوسع ويبقى سعيد بوسع الله وبنعمته استثمر ما في إيدك من النعم يوسع عليك الله ويرزقك من حيث لا تحتسب فالأصل في الحياة إنك بتسعى وإن في الساعة في السعي سعة لازم تحس كده إن السعي فيه سعة اللهم أنت الصاحب في السفر فكل ما بتمشي الله سبحانه وتعالى بيكون معاك ولما يكون معاك ما بالك بثنين الله ثالثهما ما بالك بشخص الله يسير معه ولذلك الحديث القدس بيقول من أتاني يمشي أتيته وهو هرولا فكل ما بتسعى وكل ما بتمشي بتشوف رزق ربنا سبحانه وتعالى فلن تزوق حلاوة السعادة ما تومت تنتظر المفاجأة السعادة أكبر بكتير من إن هي تكون مفاجأة يعني إيه اللي منتظر ده إنه يبقى يسعد ده السعادة أوسع بكتير من إن هي تبقى مفاجأة السعادة مليا حياتك كلها وعشان كده إحنا مؤمنين بإن السعادة سعادة بتملط طريق وكمان بتكون رفيق بتكون رفيقك في كل أجزاء حياتك اللي مقرر إن السعادة مفاجأة يبقى مقرر إن السعادة تكون في أقل أوقات حياته أرجوك ما توقفش وما توقفش سعيك وما تقللش من سعادتك وما توقفش سعادتك على حاجة سعادتك ما بتتوقفش على حاجة واحدة بس ولكن الله سبحانه وتعالى واسع والله سبحانه وتعالى يريد أن يكفيك فإذا كفاك الله وأسعدك مش هتجد نهاية للسعادة وعشان ما نكونش من أهل انتظار السعادة ونكون من أهل النظر ونكون من أهل النظر والأنوار تعالوا نعمل ثلاث حاجات أنا أذكر منها أول شيء إن احنا نكون من أهل الاستبصار تستبصل في نفسك عشان تشوف النعمة ربنا سبحانه وتعالى تدهالك والاستظهار إنك تشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتظهرها في نفسك وتشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى خلى حياتك حلوة والاستحضار إن انت تستحضر طول الوقت وانت ماشي في حياتك إن انت لازم تحس إنك منعم عليك وإنك ممدود من الله سبحانه وتعالى وإن عطاياه كثيرة وعشان كده اختار نعمة من النعم اللي انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لك وفكر ازاي ممكن تستثمرها في حياتك عشان حياتك تكون اكثر سعة وبركة فاستثمر النعمة من مقتدى الشكر تاني حاجة لا تتوقف ابدا استمر ولو استصعبت عمل ايه اللي حصل جزاء والاجزاء صغيرة كل يوم وما تقفش تالت حاجة توقف عن التأجيل اول ما تلاقي حاجة او تلاقي همتك هتوقف وهتفتر اعمل اقرب عمل لقلبك واعمله لكن ما توقفش وما تأجلش خلي عندك كل يوم اجراء مهمة اوي خلي عندك كل يوم مناجامة على الله تشكر فيها مولاك على تودده اليك بالنعم وعشان كده لما تحس بتودد الله اليك بالنعم تحس بهذا الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى يا سادة احنا لازم نقول ان نعم الله سبحانه وتعالى احنا غرقه في النعم وايه اقول لكم عارفين ايه علاقة السعادة بالنعم السعادة دي هي النور اللي بيحصل في قلوبنا لما الواحد فينا بيشوف النعمة الحلاوة اللي الواحد بيدقها لما بيشوف النعمة الحس الرئيه اللي بيحسه الانسان لما يحس بالنعمة عايز تبقى من اهل النعمة لازم ما تكونش من اهل الانتظار ولكن تكون من اهل النظر تكون من اهل الاستبصار تكون كمان من اهل الاستحضار وتكون كمان من اهل الاستظهار ساعة ما تعمل ده هتقدر تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى وتقدر تعيش بيها وتقدر تحس كمان بجمال النعمة وتقدر تحس ان النعمة دي هي اكتر شيء يحسسك بحنان ربنا عليك وتحس ساعتها بانك سعيد لان ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يسارع في هواك وكأنه يسعدك في كل نفس من انفاسك وتشعر بان كل نفس من انفاسك مش بس مكتوب عليه ونفخت فيه من روحي ولكن هذا ما اسعد به الحبيب وحبيبة يا رب جعلنا دايما من اهل السعادة وما تحرمناش ابدا يا مولانا ان نكون دايما محل نظرك ونتيقن من هذا ونحيا بالسعادة على الدوام في كل نفس وفي كل لحظة من لحظات حياتنا وفي كل طرفة عين يا ربنا يا كريم اجعلنا من السعادة على الدوام يا أرحم الراحمين